كوادرور نظام دعم إنشائي جديد وبسيط ومتعدد الاستخدامات في عام 2006 وأثناء إجراء الاختبارات في الورشة اكتشف درور بنش تريت مصادفة هيكلا هندسيا جديد متأثرا بجمالية ومرونة هذا الشكل المتعدد الاستخدامات أدرك درور المزايا الإنشائية لهذا الشكل المتشابك هذا الهيكل الشبكي الفراغي الفريد والذي سمي كوادرور يشكل بتجميع أربعة عناصر متطابقة لها شكل الحرف L وقد تكون هذه العناصر رقيقة فينتج منشأ حامل أو تكون ثخينة فينتج لوح صلب قابلية هذا الشكل الجديد للطي تسمح بتجميع سريع للمنشأ وانتقال من الشكل المسطح المغلق إلى الفراغي المفتوح ذاتي الاستناد أربع سنوات من العمل الدؤوب والتجارب مكنت الفريق من تطوير هيكل فريد قادر على التكيف مع عدد كبير من الاستخدامات تتدرج من تصميم المنتجات والمنشآت الحاملة وبيوت السكن إلى الجدران الفاصلة والعزلة للصوت وغيرها بعض الاستخدامات تستغل قدرات كوادرور على تحمل الحمولات بينما استخدامات أخرى تهتم بخصائصه الصوتية أو سهولة تصنيعه أو حتى إمكانية طيه تم وضع مجموعة من اختبارات التقييم بمساعدة فريق من الخبراء قاموا بتحليل صارم للنتائج بهدف تحليل القوى التي يتحملها كوادرور والنتجة عن أبسط القوى الفيزيائية حيث كشف النظام الجديد عن خمسة اتجاهات للتطوير مع إمكانيات غير محدودة هي الفصل والإسكان ونقل الحمولات وبناء وتوزيع النوافذ والأبواب ميزات كوادرور في مجال الفصل ألواح كوادرور ذاتية الاستناد وذات زاوية ميل تبلغ 43 درجة وكل لوح يملك الثبات الهائل ذاته الذي يؤمنه المكعب مع حجم يساوي 20% فقط من حجم المكعب كما أن قابلية الطي التي تتمتع بها الألواح توفر أكثر من 50% من المساحة اللازمة للنقل والتخزين عن باقي الأنواع إضافة إلى الخصائص الصوتية الممتازة التي يتمتع كوادرور بها نظرا للشكل الهندسي الذي يقلل أيضا من انعكاس أشعة الشمس يمكن أن تكون الألواح مسبقة الصنع وتنقل إلى الموقع بشكل مسطح مما يقلل من وقت البناء واستخدام آلات النقل الثقيلة في الموقع ميزات كوادرور في الهياكل الإطارية الإطارات يمكن لكوادرور أن يحل محل العناصر الإطارية القطرية الداخلية حيث توفر وحدات كوادرور المتشابكة بشكل مائل الدعم الشاقولي والجانبي عن تصميم العناصر الحاملة الفعالة وهي وحدات مصممة من عناصر تعمل بشكل ثنائي بتحميل محوري حمولات المنشأ تنتقل لعدة نقاط بما يتوافق مع توزيع القواعد الحاملة على الأرض أسفل الهيكل وكذلك لا تنشئ قوى رفع شاقوليا في المنشأ مما يعني الاستغناء عن التثبيت المؤقت وهي تلائم الحمولات الناتجة عن قوى الجاذبية كذلك يمكن بناء كوادرور باستخدام العنصر ذي المقطع I-Beam Universal في الجوائز والأعمدة إن أحد الأسباب الكامنة وراء أداء نظام الدعم الإنشائي هو قابليته للطي واستخدام أقل للمواد الآلية الميكانيكية وراء هذا النظام بسيطة جدا لكنها ناتجة عن تركيب معقد لردود أفعال العناصر المتشابكة فيما بينها فمن نموذج أولي بسيط إلى نظام دعم للجسور أظهر كوادرور قدراته على جميع الأصعيدة قدم فريق العمل منزل كوادرور كحل لمشكلة التشرد المتزايدة على مستوى العالم وللزيادة المتوقعة بالطلبات على أماكن السكن وسيتم العمل على جعل هذه المنازل عملية ومنخفضة تكلفة كما ستكون سهلة النقل نظرا لشكلها وإمكانية طيها وتبدي عناصر كوادرور المستخدمة في بناء الجدران الاستنادية مقدرة على تحمل رياح العواصف بدون أي دعم إضافي مع إبداء خواص صوتية ممتازة كما أن استخدام الجوائز الجاهزة العادية والمفاصل الثابتة مع كوادرور سيؤمن سرعة كبيرة في البناء إضافة إلى فصل تام من بين الإكساء الخارجي والهيكل الإنشائي تصميمات كهذه تعكس عالما قابلا للتغيير تعيد التقنية فيه سياغة الهندسة والتصميم والحواجز التقليدية بين مختلف التخصصات شكرا لاستماعكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر